أصدقائي فيلم سيلة كما فرحنا بكم وبجودنا بينكم اليوم نحن نحزن لحزنكم ونعتذر اليوم عن إقامة الحفل فيلم سيلة ونترحم على الشهداء في الحرائق في الشرطة الجزائري وإن شاء الله رب يرحمكم نجعل مسوام الجنة ونلقاكم إن شاء الله خبارات وسلم يا رب سلم يا رب سلم اللهم اجعلها بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر اللهم اجعلها بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر اللهم إنا نتوسل إليك بأهلنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا اللهم احفظ زرعهم اللهم احفظ أرضهم اللهم احفظ بيوتهم اللهم نجهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم نجهم اللهم احفظهم اللهم يا رب أنذل رحمتك عليهم أغثهم يا مغيث أغثهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لأهلنا وأولادنا في الجزائر ارحمهم واحفظهم وكن معهم واسترهم اللهم اجعل هذه النيران بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر آمين آمين يا رب العالمين باسم الطفل المنشد الفلسطيني المتواجد في الجزائر محمد والي البسيوني باسم فلسطين باسم كل شخص فلسطيني حر باسم كل عربي نتمنى السلامة التامة لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر بداية مرحبا متابعنا القرام وارجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حساب الحاج وأسفاه الشعب الجزائري يملؤه الحزن الشعب الجزائري حزين ونحن كفلسطينيين نحزن على حزنهم ونفرح على فرحهم طبعا احنا بنشوف الحرائق الذي مشتعل في الجزائر في ولاية والأخرى في دولة الجزائر هذه الدولة الشقيقة للشعب الفلسطيني هذه الدولة التي دوما مساندة لفلسطين وشعبها هذه الدولة التي عندما يفرحون نفرح وعندما يحزنون نحزن طبعا ليست الطفل محمد الباسوني كما شفتم في البداية قدم السلامة التامة أمنياته بالسلامة التامة لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر والله والله يا إخوان يعني منتابع الأخبار ونحن يملؤنا الحزن ونحن يملؤنا الدموع وقلوبنا تغلي غلي على أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر لأننا والله حزنون تماما على ما يجري بأهلنا وشعبنا بالجزائر لأنهم هم أحبابنا هم قلوبنا هم أرواحنا هم الناس اللي دفعوا عن فلسطين هم الناس اللي ساندوا فلسطين هم الناس اللي حق لنا أن نفتخر بهم هم الناس اللي ترفع لهم قبعات الشرف والإحترام والتقدير والله أهلنا بالجزائر ما يصيبكم كأنه يصيبنا تماما من هذا المنطلق نتقدم لكم باسم فلسطين وباسم القدس وباسم محمد البسيوني وباسم أطفالنا وباسم كبارنا وشيوخنا وبناتنا بالسلامة التامة لأهلنا وشعبنا بالجزائر لما يصيبهم من حرائق على حدود تونس بلشت من حدود تونس وانتقلت من ولاية الولاية وبلشت في سوق أهراس عن جد نسأل الله ان تكون هذه الحرائق ليست بفعل فاعل وان تكون ابتلاء من الله عز وجل وما أجمل ابتلاء الله عز وجل لأنه يمحي ويغفر الدنوب فنسأل الله أن يحميكم أن يعم عليكم الأمن والأمان أن يعم عليكم الأمن والاستقرار لابد في هذا المطاف أن نقف معكم وقفة رجولة وقفة شهامة والله والله يا إخوانا أهلنا وإحبابنا في دوة الجزائر نتمنى أن نزوركم نتمنى أن نأتي إلى بلاءدكم ونساعدكم في إطفال الحرائق والله يا إخوانا عم تصني رسائل من إخوة فلسطينيين عايشين في الجزائر والله يعني بقولوا أنهم على استعداد تام التضحية بأنفسهم عشان الجزائر تكون سانمة غانمة بإذن الله تعالى نسأل الله أن يحميكم نسأل الله أن يوفق دربكم نسأل الله أن يجعلكم في حفظه وفي رعايته وفي أمانه بإذن الله طوال الوقت هذا الفيديو صراحة مش عارب شو أحكي فيه بالزبط لكن طالع لا أدعي لا هن في الجزائر لا أعبر عن إحساسنا لا أفرجيكم إحنا قدش حزنين كشعب فلسطين ومتضامنين مع أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر وبإذن الله ستقول لنا الحلقات التضامنية إن شاء الله في شوارع فلسطين اليوم وغدا تضامنا مع أهلنا في فلسطين لتكون قضيتكم هي قضية العالم بأجماع أجمعه لينظر العالم بأن دولة الجزائر الحبيبة الشقيقة في درر وتحتاج المساعدة وتحتاج الوقوف والدعاء بجانبها بإذن الله تعالى إحنا أحببنا القرام شعب الجزائر شعب عظيم وطيب جدا يعني لا بد نحن نستسكر هاي المحطات في هذه الأوقات العصيبة لما بكنا في حرب قبل أيام بسيطة والله يعني ما في شخص جزائري أو بيت جزائري كان يسقط قلبه أو تسقط روحه عن الدعاء كان قلبه مملوء بالدعاء لفلسطين اليوم انعقست الآية اليوم الجزائر في محنة وفلسطين تدعو لأهلنا في الجزائر الجزائر في محنة وكل شخص فلسطيني قلبه مع أهلنا بالجزائر فوالله والله تأكدوا تماما من القدس ومن غزة ومن الضفة ومن رمالة ومن جنينة ومن نابلس ومن حيفة ومن يافة ومن أريحة ومن ياطا ومن كلقيليا ومن جميع محافظات فلسطين تدعو لكم قلبا قلبا ندعو لكم السلامة ندعو لكم أن يعم عليكم الأمن والأمان وأن يحفظكم برعايته وضله وأن يبعد عنكم الحرائق الذي مشتعل في أراضيكم المباركة وأن تكون هذه فقط ابتلاء من الله عز وجل وأن يزود هذا الابتلاء ويجزيكم الله خير الجزاء بإذن الله تعالى لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول لكم تأقدوا أن فلسطين معكم ظالمة أو مظلومة أن فلسطين تساندكم أن دعوات فلسطين معكم أهلنا وشعبنا في الجزائر فنسأل الله الحماية التامة لنا ولكم ولكم قبل لنا وأرواح فدى لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر إلى هنا أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم تمنى الاشتراك في القناة تفعل زر الجرس وتمنى أن يعم السلام على أهلنا بالجزائر تأكدوا تماما نحن معكم دعواتنا لن تفارقنا لكم وبإذن الله إن احتجتم المساعدة سنكون قربين منكم حتى ولو نقدم الغالي والرخيص لأجلكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر ووالله المسجد الأقصى كله يدعي لكم والله 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 المسجد الأقصى كله يدعي لكم الآن هنا أحبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أن تكون قد بخير وتكون بصحة جيدة وأتمنى الاشتراك في القناة تفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد وتمنى أن تضعوا لايك لهذه الحلقة ليصل لكل أهلنا بالجزائر ونؤكد لكم أننا معكم قلبا وقالبا كان معكم العالمي الفلسطيني حساب الحاج بأمان الله واستمدعتكم ربي وابتسموا فإن الله معكم السلام عليكم